اشتركوا في القناة 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 دبحت قصيت إيده ولا قصيت رأسه رح يرجع عادي يصير هو أميون حق طقات الفينيش أرمالوتك رح يطور بطريقة مو إنه ممكن صح فرضا أنت هجمت عليه ستيلث رح يتعلم منك أنه أنت لعبك ستيلث وإذا مت ورديت لا يذكرك ويذكرك دبحت أخو يذكرك الويكنيس ما علي يتغير وائد أمر تتغير صراحة الشيء هذا يحطي عمر يعني أنا شوف دبلات حق اللعبة وأتمنى أن النمسي السيستم هذا يطبغونها لعب ثانية أو يأخذونا حتى المقال وحمد رويل تجيء لعب ثانية بس هذا هو في أشياء وائدة أنا شفتها بس خلنا نختصر لأنه ورانا حضر بعد ساعتين تفضل مفاهد بالنسبة لي أنا والله ما لعبت وائد أشياء ولكن كنت قلع طالع مو سلسل اللي بعدين حبطني قال لي لا مو هذا هذا مو شيء قلع طالع بابلو سكبار النسخة المكسيكية موناركوس كولومبية 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 2012 هو موديل 2012 موديل انتاتش انتاتش عرفت اللي الموثل مع البابلو متين وش عرى كذي عرفت عرفت صور لي ودجلي رضا هو تعمل حلقة ما تعمل سيزن ترى سبين حلقة سيزن واحد فيلم هندي سبين حلقة وايد أنا شفت أوبر بس اندمج وصلت 19 حقل 19 فقال لي قال لي لا هذا مو لا مو هذا قال لي طالع نيركس ما شي اسمه نيركس ما نيكسس أي جوز مادر نتفلكس هذا نتفلكس كلها نتفلكس على نتفلكس يا شي يسوي أنا مو مو فهد انا فيحد انا لعبت انا لعبت انا لعبت الأخيرة هو Colt war نفسي حيث لا 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 أول شي بلشت الزوم بمع ربعي نعم؟ نعم؟ رابعنا، نفسهم نفسهم، 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 نفسهم نفس الأشياء طافت نفس الطريقة تيم شوان طريقتها؟ دثمات؟ مو دثمات، هو تيم كوان تفتشون مناطق شاي تسوون مهمات صغيرة زين وتلفلون أسلحة بعد نفس الوقت حلو ولعبت الكمبين قصة حلوة، قصة حلوة كانت بالستينات كولدور ريجين رئيس أمريكا ريجين وآخر شيء، توست صار معي طلعت من نهايتين حاب هوايد نهايتين؟ حاب هوايد هي كثيرة أنا أتذكر، خلصنا مساحتها لأن مساحتها جهاز مساحتها البلاي ستيشن أتذكر، أنا خلصتها بالديسكورد شقلتها، نزلتها، فتحت الديسكورد الهب خلصتها معهم مع الباتريون مع الباتريون، معهم خلصتها صيرة وايد وايد أربعة فيها شغلة حلوة أن اللي هو تجمع الأفيدنس دلائل، زين في عندك مهمتين جانبتين أن لازم تجمع دلائل عشان تحل الغاز بعدين عشان اللي هو تطلع الشي سمونهم يسايد ميشن، هو ذكر عملاء، نسيت بالإنجليز خلائة نائمة أيوه، زين سليبينك سيلز أيوه، عشان تعرف منوهم ما ذكرتك مثل غير سليبينك سيلز الكلمة؟ ما ذكرتك مثل غير سليبينك سيلز؟ مثل غير غير سليبينك سيلز؟ لا، ما تكلمون عن الباتريوتس أيوه، 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 أيوه هم بس مهمتين جانبتين والباتري يمكن خمس سبع مهمات شيء شيري وبس بس كثيرة بس هذا اللعبتين ايه؟ شفت ايه؟ قاعدة شوف شوف فيلم مع مسلسلك الغموض هاده، شي اسمه؟ سيرفنت سيرفنت يوم اليوم على الفنالي كنا واصل حلقة التاسعة الحين يوم اليوم على الفنالي هو كم سيزن؟ مين؟ حين موسم الثاني مبلش شوف، انت لاحظتش في شيء بالمسلسل سيرفنت؟ أنا لا، الحين كنا حلقة السادسة خامسة سادسة شيء لاحظت طريقة التصوير؟ الزوايا؟ الزوايا؟ شوف ان الشقة صغيرة او ضيجة ايه؟ شوف يعني كل المسلسل تقريبا بس بالبيت هاده وزوايا التصوير، يعني صج امنات شامله الكاميرا من تحت، كاميرا دخل غلاس زوايا غريبة وايت ما يحسس كل ملل لنا نفس الوكوشن؟ لا، انت لي الحلقة الأخيرة، شوف انا بقولك شيء، بالرعب او باليعني الساسبنس، لازم يكون فيه سلو بلد، لازم يكون البلد مالبطيء، عشان يبني لكيها صح، فانت لي الحلقة الأخيرة، بتعرف شنو اللي صار، ليش صار شيء؟ بس ايطلع لك شيء زياد حلو حلو بعد بعرب بس اليوم شغلت نسخة سنايدر والجستس ليك اه اه بفهد عطاني ايه اه بس عرب عربنا من وين او اس ان ان ديماند موجود لا اليوم او اس ان ابل تي في امس 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 اين اربعة ابي تي في اتني اربعة من يقول تسعة عشر انا شكو تقل تسعة عشر تنزل عندنا توفر التقريبا بكل مكان لا لا يتوفر بخليج اتنين اربعة اراسanten French ايا اة ارو ما كتوب عدو او اس ان هو ازان ان ديماند اليوم هاو اليوم اواتس اتجização اين المودد باكلمك بعد اللي الكود طالت دمانة صار اليوم على نشا يدفر یہ او اس قروم اذا سيدنا بجمارة انا واس اني اراتو décor اوكي لما تشوفت الفيلم قا تشوفه شيء خربان شيء ليش تصويم مربع بيتر بوكس اي 4x3 4x3 شايك بالنت شان يقولون ايه عمدا انه زاك سنايدر عشان بيوريكم كرياشن ماله وزاويته من الفيلم شيء شذي وما درعات اسموهم ايفل ودن شفيه ابو سنايدر من يذكر ايفل ودن ويدسكرين اي شفتا كامل لا يبيل اربعة يام وصلت لان قاعد تقول قصة دارك سايد بس شنو يمكن صال لي ساعة اي بارت بارتر ثاني تخص لاحي ما اخلص لا باقي لي ساعة بس ما قدرت امس الصراحة يعني صارت خمس ونص الفير عرفت عن القاعدة ممكن اخذ وقتك اخذ وقتك شنو خمس ونص الفير ليه خمس ونص يقول ما عنده وقت يقول ما عنده وقت حاسدني على وكتي وانا طالب منك جدول اطالب منك جدول هو بس اليوم خرم خرر بس اليوم لا لا اقول لك شي ويقول لك ما عنده وقت داق علي شنو هالعب ما ادري شنو هالعب صح يقول ما عنده وقت ساول جدول اي وانت اروح طالع بابلو اسكيبير على قوتك ما ايش اسكوبار اسكوبار نيركوس عندك اكاونت على ايبك ستور لا هذا ايطالي 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 اكاونت على ايبك ستور بنازلين لعبها بلاش The fall اسمها ابك ابك شن عندي هو غلي شغل كمبيوتر اول بعدين خذها نزلت شونو لعبت شونو لعبت 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 لعبة قديمة بس ما بي اتكلم عنها يقول ما عنده وقت نزيل بالنسبة حق الاشياء اللي شفتها في فيلم من زمان من زمان كان ودي اشوفه بس صرت انا صرت ابو فهد كنت لما اشوف البوستر ما اشوف الفيلم نزيل انا ما عجبني البوستر وقعت هاي اللي يطيرون ووو ويطقون شايف فيلم كراوشن تاقر هدين دراجون تكفى قول اسم كراوشن تاقر هدين دراجون فيلم قاعد طالع سلسلة افلام اسمها يب مان قاعد قاعد طالع سلسلة كاملة اي بي مان هي مو اي بي عارة عباري اي بي اول شي وعنده وقت ولا يب يب مان فاسحب على الجدول واضطالع كامل كامل انت شوفه كاك عقب الحلقة ليش بلوك ذيك المرة شويتلي يقولي قاعد يقاليك ليش ما ترد هاقول له ماكو شي نسيت انهم سويلة بلوك اليوم الظاهر اليوم الظاهر بعده بطك اصرح تاوش معه ليش ابلوك ويصير شاكر جدا رابع خلب الكواليس خلب الكواليس بلوك بلوك المهم اه تابعي انت شوفه شنو هني تمهم خلينا الواحد يكمل جملتها هني انت شفت اشياء وايد لعبت اشياء وايد ليش لعبتين افلام افلام ايه والله بعد شنو فقع طالع يب من نزل الفيلم وايد قوي وايد وايد قوي قصته حلوية انا ما كنت تدري ان اكشن دازليان والله يعرفه اي واحد اي بي من اي بي من هذي يقول يب اهو اسمه يب مو اي بي انت تقراها اي بي لان مخفق اي بي اي بي من كميوتر اهو اي بي بالانجليزي مكتوب مو اي بي صح صح نفس الاحرف اي بي بالانجليزي مكتوب شغل الفيلم شوف شي نادوني هاي اي بي بان ما يقولون له هاي اي بي مان يب اسمه يب واي اي بي انا شايف كل الحلقات هاي حلقات هاللقص دي الاجزاء اربع اجزاء اذا شايف كل اجزاء اسمعه كان يقولون اي بي شلون 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 سمعت اي بي شايفهم اربعاتهم انت ايه يشوفوا يقرأ اسمها اقوى جزء الاول كان هو للحين الافضل اول انا واصل للثالث فما ادري شايف ثلاثة قمان دور شايف ثلاثة فيما تايسون تايسون ما دي اجوزة ايه قول لي الرابع شي صير ايه شايف طول بالك تبجدول ها انطرني واصل للثالث ايه انا شما اقل بفعد حرق يطلع تايسون ترى قصة ترى شخصية حقية هذي هو اللي ادرب بروسلي بروسلي وانا شقع اقول توني ايه قع اقول لك ما كنتدري انه قصة بروسلي عائلة كويتية عندنا بس ه ما رح اتكلم يا اعطاك يا شاك شاكر شاكر بس هذا اللي عندي بس مفادي بيقولها هو عايش بده بايش شنو شاهدك باي راسي بس ما بيقول انت القل ثراثة باقي اثنين شنو تقل خمسة شي زاك سنايدر يسير اقول بس لجي يعني تأكد زاك سنايدر 18 بس اثنينها على قنوات ثانية انت الالتة بتطلع صح انت قافل يا حبيبي يا حبيبي انعطي يعني احنا ما قلنا شي حق المتابعين كلام صحيح كمل اليوم شم تاريخ اليوم 19 نزل من امس بالليل كمل حلو مو كامل طبعا مو كامل شاف ثلاث ساعات الفيلم تاربع ساعات انا انا لورد اف درينك زا طالع على يوم وين ثلاث ساعات وخمسين ديش يا حبيبي حلقة تتاكن تايتن اشوفها على اسبوعات طلطان ليش طوف الانترو والاوترو قالت ربع ساعات فعلا ما عندي وقت لا اخذ لارتوبك اياك لا ما عندي وقت اخذ ونات تقعد داوي اديت لسويتش ما قدرت انزلها اه اوكي اوكي زين بعد في شي بعد سويتا بس لا جستس ليج شفت ثلاث ساعات تقريبا الله ارحم نفسك يا ارحم نفسك قل اعوذي ربك اشتهبيني 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 حاسدني ارحم نفسك قيوب الجدول جدول اغا فكني من الجدول ما خلص لا بيقول مضغوط عشر دقائق من صالف عن جدول مضغوط داوقت مضغوط ما عندي وقت والله يا جماعة والله لدي شمه علي خلب الكواليس خسام الله تصدمون كلكم راح تقوم بفاق نزيل خلاص بس انت وادكاست بروحك ليش انا تكلمت انا تكلمت خلاص وك بس شب جسس ليج انت هالمابوان يلا خلاص شي رابع بعد خامس خمس شنو فيلمك الخامس اللي شفت اي شنو جوت ما اشن فيلم خامس تقلت خمسة تقلت خمسة بس شي قتك عقول شفيكم خطر يعني اكثر اكيد اكثر لانا ما عندي وقت وبتدني اصفاخ الكمبيوتر محمد محمد انا بس لعبت لعبة واحدة لعبت تقريبا ساعة منها اسمها قدس اقلس كرس أوف ذا داد قدس كمون هذي تنها شغل ديابلو من فوق شغل هايديس و ديابلو شغل ديابلو شغل ديابلو يعني يقصد المنظور منظور بس قريب وايد من هايديس لعب وايد فكرتها حلوة نظام تموت وترجع ويروح منك كل شي بعد لا مايروح كل شي وهو اليوم حال في سولف عنا كلنا قول 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 مايروح كل شي يعني مو اميابلوم يا روغ لايك نزيل بس شون انت تديش نفس تنبل نزيل أو معبد حولو وبالمعبد في غرف حلو كل غرفة فرضا اذا تخلص هالغرفة والله مو قاد خلى يبا يكمل يبا خلى يكمل انت هيلي قاعد تسول لا لا بفايد منصد منصد كمل حلو عشر غرفة تكون تاخل داخل التمبل نفسهم في غرفة فرضا تطور سلاحك في غرفة تشتري اسلحة يديدة في غرفة تطور شخصيتك نفسها في غرفة ترد الهيل مالك بس وين تركب الموضوع ان كل غرفة تدشها هلو يصير لك كرابشن مزيل فعندك انت خمس لفلات من الكرابشن اذا خلصت اللفل الخامس game over كرابشن فسادي ايو مثل لعنة ايوه بالضبط فبين كل غرفة وغرفة على حسب ability ملوتيك وشذي يا انه يزيد عشرين يا انه يصير عربعين او ما تاخد كرابشن كذلك العداء يطقونك طاقات كرابشن في بعض العداء والانومي يطقونك طاقات كرابشن فتزيد الكرابشن عندك اكثر احين الغرفة اللي تهيل فيها تروح تهيل هذه بس كل هيل تاخذها يزيدك عشرة كرابشن واني الفكرة الفكرة حين من لفل واحد لفل خمسة كل لفل تصعده اللعبة تصير اصعب اصعب و لازم تحضر انا نفسك اول لفل ما كو فنالتي اول ما تديش ثاني لفل فرضا يقولك كل انومي تطقه حلو لما يموت يطلعون منه شبحين بس تطقهم سرعة شبحين بس اذا طقوك يعطوك كرابشن فتصير اصعب الترابات تصير اسرع فوايد حلوة الحين هي تقريبا فيها كامل كامل عدد تنبلات يمكن ستة حتى رسوماتها حلوة رسوماتها حلوة شفتها شفت دعايتها بس محضر اي محضر عننا وعننا وفي افنتات تصير يعني المطورين قاعد يساعدون باللعبة يسوون افنتات حق اللعبة فصراحة أنا عجبتني وايد اسمها كرس فتصير قاد الغلاف عيس شخصية صالعة وعيونة تشي لا بلا هو صالعة يعني شعرها حت البطل أقرع ولا أصلع البطل اسم أبو فهد الحلو انه طق عندك ايدك اليمين ويدك ليسار كيدي كيفك انت كي اسمه التحكم اليمين لما طق اللي سار تقدر تركب فيها اسلاحة ثانية كيدي بس اللي سار طقاتها تكون أقوى عادي يكون رينج جدي يعني مساديس فيستل فاير آر يعني ولفونستاين يعني بلوت بور أي سلاح تقدم ساعة تمسك باللسلمين وأي ساعة تمسك باللسلمين يعني تقريبا نفس كل لعبة موجودة بالعالم ما يبي يقول لولفونستاين هو قائل كل لعبة موجودة بالعالم شنو بعد بعد شنو بس ما عاندي ساعة زين أنا عندي سؤال فضل يعني أنا ما توقع تلعب هاللعبة ليش ما لعبت إضافة ما لعبة الجيل بالنسبة لك كرسيدر كرسيدر نزلت لفليفر باك بس هي مو إضافة شنو في نكهة تزا فليفر باك أنت ما تعرف حق باردوكس هذي مو إضافة آودة الفليفر باك يعني فرضا يركزون على أرك معين بالحقبة هذي عرفت يعني فرضا أهم إلى الحين اسمه The Northern Lord أو شي شي ذي مركزين على الحقبة الإسكندران فيه أو أرك الوايكينج هلو فأنت لما تأخذ الدولة من الوايكينج فراح تطلع لك إفنتات يديدة تطلع لك شخصيات يديدة الارتور كمالهم متغير شوي اليونت سمالوتهم يكون سبيشل فيسمونه فيليفر باك موسيقة فيليفر باك يحطو لك أو ما تشي يعني عندهم ينزلون فرضا 2 أو 3 فليفر باك بعدين إكسبانشن كبير بعدين 2 أو 3 فليفر باك بعدين إكسبانشن يعني يدعمون اللعبة جداً وائد طريق نازلة بالفين ونعش بين الأربعة عشر سمها Europa Universalis 4 Europa Universalis 4 شنو شنو سمها فايل Europa Universalis يكمل محمد يا جماعة ترى اليوم حاط علي يا جماعة Europa Universalis 4 توى لما كان عندهم شسمة معرض اللي اعلنوا في الإكسبانشن مال كرسيدر وإمباير سنت قالوا الإكسبانشن يدي ونزل 16 حلو حلو يعتبر فليفر باك لا الإكسبانشن ما Europa Universalis الإكسبانشن لا لا مال كرسيدر كرسيدر فليفر باك حلو الحين نروح حق الفقرة شون عندك خوي أخبار حين فقرة أخبار ما عنده وقت يحضر أخبار شك ما عنده ما عنده جدول صح ما عنده خلونا نروح حق نشرة 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 هنا ألحب خلونا نروح حق فقرة الأخبار آخر الأخبار عندنا أول خبر ونقدر نقول الخبر الأبرز شذي فجأة بلاي ستيشن علنت عنا أو سوني علنت عنا علنوا عن يدة الفي آر اليديدة حق جهاز البلاي ستيشن فايف يدة التحكم طبعا ما ما علنوا عن الجهاز الفي آر ولا شكل ولا مواصف ولا شي بس علنوا عن اليد هو الفي آر الغديم مشي نهائيا هذي مشكلة بلاي ستيشن تسوي شغلات وتنساها دوش من يذكر هولو لينز هولو لينز هولو لينز اكس بوكس بس علنوا عنها بس بعدنا تختزموها شركات ما درون بس ما أدري الهولو لينز كانت شيء وائد غوي تذكر لم حطوه ستيج آر ستيج اي اليد مالت البلاي ستيشن 5 ذي آر غريبة حتى نفس مالت دائرية شنو اليد اليد دائرية أوكلس أوكلس اللي شننا حتى تحكم بصابع اي الديزاين أوكلس بس مع شوية تعديل على البارات اللي فوق بس الديزاين تيبي أوكلس اي بس الشي واحد اللي عجبني الهابت و بس أنا بس قاعد تخيل تجربة شلون على العاب و هما قالوا ان احنا مسوينا لان ألقالاتهم دائرية فما ندري يعني ما قالوا متى رح ينزل ولا شكل ولا شي ثاني بس الشكل اليد البيار الغديم نزل دعمو بعدين وقف احنا لاحن ما شفنا العاب قالوا ان في العاب كانوا يسوون شوكيز حق البيار اطوك اطوك اربع العاب مجانية لا حق الفايف النيكس جن اربع تسع العاب نزلو وبعدين البيار كانت توصيلتها خايزة وايد اذا وصلتها ما تشيل لخلي اذا شلتها رح تتعط اذا شلتها ما تترك فهذا اول خبر اللي هو يد التحكم بلاي سيشن فايف في ار الواقع الافتراضي الخبر الثاني يتعلق باللعبة من العاب بثيسدة اللي هي لعبة ديث لوب اكثر لعبة على ما حطوا علاناتها بالضبط وهو خبرين بخبر يعني احنا كلنا ندري ان صفقة زيني ماكس ومايكروسوف تمت مية بالمية بس لعبة ديث لوب مالت بثيسدة حصرية سنة حصرية سنة على جهاز البلاي ستيشن فايف واول لعبة من بثيسدة تدعم اللغة العربية اللعبة رح تكون مترجمة بالكامل قوائم ونصوص باللغة العربية لانا بثيسدة كان اخر شركة سويت اكاونت مدليس صحيح اي مؤخرا ما صار لهم ستة شركة بعدها كوجيما تروديكشن و سيدي و اللعبة رح تشتغل بدقة الفور كي وستين اطار بالثانية كاملة فانا شوفها شي زين يعني هذي بداية اول لا باش تشتغل على الفور كي ستين فرايم على البلاي ستيشن صحيح لا مو اول لعبة فور كي يعني ما نبيندش بهذه التواصيل لا فور كي ستين فرايم غاصلي بس انا شوف شي حلو ان اول لعبة انه تدعم اللغة العربية من باتزدة ممكن نشوف ستار فيلد هذي لانزلت وقتها تدعم اللغة العربية ما تدعم انت عندك شوف سكايرام تو بس لو مايكروسوفت يلتفتون اكثر على المدلئيست والتعريب خلاص لانا باتزدة تعتبر من شركاتهم بالضبط قايت ترجمه غير سفايف مترجم انا قلت لو تلتفت اكثر هذا الخبر الثاني الخبر الثالث واخر خبر عندنا امس طبعا حق اللي قايشوف في الحلقة اليوم تاريخ 19 امس تاريخ 18 كان في المؤتمر مالسكوير انيكس المؤتمر المسجل مؤتمر وايد عادي وايد يعني ممل غير ان انا ماكن تدري انه كان في مؤتمر حتى انا انا دريت ساعة 6 ونص بالليل المؤتمر ساعة 8 بس اللي عرفت انه بروجيكت ايث يعطوها اسم بس ايوه وحطو ترايلر يديد لترايلر وايد قوي للأمانة لا تثق بالترايلر يعني انا قاعد اقولك لترايلر حلو خصوصا خصوصا سكوير انيكس حطين جيم بلاي هما افنجرز حطوا جيم بلاي على طارق افنجرز امس بعد المؤتمر نزل التحديث اللي هو يدعم الجيل الحالي حق لعبة افنجرز اجماع انا اعرف الخبر بس انا عندي سؤال هما قالوا ان وقفنا شيء لا مو وقفوا ما طلعوا فلوس اللي شيروا فيها اسم افنجرز ايه بيدعمون لا وبعدين طلعوا لشان يقول احنا عندنا ما بحق اللعبة راح نستمر يابوني قطوا انتك هالي في مطلق انت قعد قطة فلوس زيادة ما تدري لا وحط لك شخصية شخصية جديدة يكملون بالمشروع وحط لك شخصية يكملون بالمشروع راح ينجح يمكن يعاوضون الخسار راح ينجح فان انا ما كلمك عن التطوير فلوس التطوير خلي التطوير انا عاجبني نظام اللعبة حاليا شنو انت قاعد نزل لك شابترات يعني نزل لك هوك اي اسمه هوك اي هوك اي هوك اي حلو اول شاسمه شابتر اللي كان مع الكور اللي هو ذا انشتف اللي انت ترد تعيد الابنجرز بعدين هوك اي بعدها نزل الحين بلاك بانثر حلو حلو فقعشوف مستقبل اللعبة لو يكملون نزل لك سبايدر مان حق الشخصيات الثانية ممكن اديش ترى نفس الامسيو يعني افنجرز تانوس راح تعيش قصة حلوة تابي تانوس راح تفورتنايت بس اي تحتى تابي كريتوس راح تفورتنايت تابي ذكرى 25 سنة لاركروف راح تفورتنايت فاتوقع انا اذا ادعموها صح وشتغلوا عليها صح نفس ما قايش تغلون مطورين فورتنايت راح ترد تنجح اللعبة صح البلاير بايس مالها واي طاح واي بس صدقني مع كل اضافة قاييرجعوا فيبي لهم ان المطورين شتغلون على نفسه انا قصدي انهم اقالوا ان الفلوس الترايد مارك ما ما قدروا يغطونها لان يحتاجون على الاقل افنت كل اسبوعين افنت كل اسبوعين والايفنت مطور خلص تبس بتحط فويس اكتر بتحط الجيم ميكانيكس اذا فيه جيم ميكانيكس سيديد بتحط القص فاعتقد انا اللعبة لها مستقبل امثلة بسيطة لو يدعمونها عدل دستيني 2 مثال بسيط واحد اثنين لعبة باعرب نومان سكاي ايه كامباك قاوي كامباك قاوي كامباك قاوي و افنجرز يعني الخطة مالتها ترا واي طويلة حجمة تحياتي حق العجم على البلاي ستيشن 5 شيء سبعين جيجا خمسة وسبعين ستة وسبعين جيجا اما على جهاز السيريس اكس الاكس ووكس مية وسبعة جيجا حجم التحديث رزولوشن هذا مو بس رزولوشن حتى اتوقع طريقة كامبراس مال الداتا حق بلاي ستيشن وايد افضل هذا اللي انا لاحظت وايد العاب بالبلاي ستيشن الداتا مالها اقل طريقة كتابة الكودات والكمبرايشن مالها وايد افضل من السيريس اكس هامور شكو هامور ايه انت شوف شوف هو نقطة حلوة نقطة حلوة بس بنهاية انت قاعد تستخدم ستمية و سبعة و ستين جيجا اوقع يستخدم ثمانية و خمسين جيجا بفي فوق بي تين جيجا هامور اخر شغلة بس معلومة بقولها على السريع بما ان احنا قاعد نتكلم عن سكوير انكس طبعا كل الشكر و حق اخونا داعم الحب 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 الحقيقي داعم الهب ابو علي ابو علي الكوت قال لهم معلومة لعبة فاينل فانتسي 7 الريميك هي موجودة بالبلاي ستيشن بلس بخدمة البلاي ستيشن بلس فري اذا شريت هذه النسخة وما قالوا ان اللعبة رح ينزل لها قريبا ايوه ما رح تقدر تسوي لها اوبغرايد حق جهاز البلاي ستيشن 5 قالها بعد الملكي اي اي انا ما كتدر عنها بس بقولها اي اي قالها بعد الملكي لازم تكون شاري اللعبة اللي هي فيزيكل او شاريها بفلوسك صح مو مجانية اي نسخة النسخة المجانية ماتل بلاس ما رح تقدر تحدثها نهائيا صحيح بس هذي كانت الأخبار في بعد خبر عن قتل تلنا عن زينماكس الهذا رح نسولف مو خبر رح نسولف معه بموضوع الحلقة زيد عملي كنت بس اخر نقطة بس انا هم احب اوجه تحية حق اخوي خالد من السعودية تواصل معاي بالانستجرام ما شاء الله عليه مبدع في تمثيل الصوتي حق الألعاب هو مو تمثيل ولا صوتي هو اذا صوتي هذا هو ياخذ اللعبة يسر القصاتها بطريقة اهوة يعني بنبرط الصوت بطريقة معينة شون يدخلك الأجواء كأنها الحوارات موجودة بالعرب بس تمثيل اهوة سؤال شون اللعبة بلود بلود أنا اقول قول من الأول قول من الأول انا اقول لك اخونا خالد انت عرفت الصيد بفايد عن الجار يعني لو انت مسجل لعبة ثانية انا ما قال اسمك بوكس لا 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 ازينا وجهت تحية ما شاء الله في نشوف الحين في ناس في ناس مبدعين بهذه الأمور في ناس مبدعين بهذه الأمور أتمنى من الشركات يلتفتون حق أكثر حق الوطن العربي اللي سووا بويس اوبر حق دارك سوفر حق ديمان سولز ديمان سولز ديمان سولز يعني شفنا 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 هذا شسمه اللي سوى جين ساكاي جين ساكاي شخصية سعودي نزين بقاعد الشخصية نفسه رسم الشخصية ممتاز فيا رأي يبحثون أكثر عن الناس المبدعين في هذا الموضوع إن شاء الله يا أخونا خالد ووجك تحية ووجك تحية وعرفت شون صد وفهد أنت قيبتها صح خالد يستاهل يستاهل خلونا نروح الترباقي ساعة ونص على الحظر بس قامت وضع حلقة عندنا التخفيضات هالمرة في مفاجأة حلوة من التخفيضات والأول مرة في حدث حدث في مثل هذا اليوم الأول مرة في حدث بودكاست الهب تم إضافة تخفيضات قليلة من بعض التخفيضات من إكس بوكس لا وما يبي يقول تخفيضات قليلة بعض شوي من الإكس بوكس أراهنا كان أنه رايستمر تخفيضات الإكس بوكس أراهنا كما قايا اللعبتين يمكن التخفيضات من شكل عام مختصر سريع أضافوا خصمات اسمها ميجا مارش سيباب سبعين بالمئة توفر سبعين سبعين بالمئة الألعاب اللي فيها يعني جيدة جدا يعني جيدة لجيدة أضافوا لعبة رايمبو سيكس نزولها تنة تحديث أو شي اسمها رايمبو سيكس ديلكس إديشين بتسعة دولار نزيل افريع القيم باس كمل ديلكس إديشن صحيح نزيل وأيضا إمورتر فينيكس رايزنج ستين دولار إمورتل آخر شي إمورتل نزيل جول إديشن عن بلاي ستيشن فور بلاي ستيش فايب ستين دولار بايل متازه ستين دولار بايل كانت بشي ثلاثين مايشي واربعين لعبتك بايو شوك بايو شوك انفينيتي الكمبيت سيارة الكمبيت اللي هو ثلاثة أجزاء انفينيتي سيارة نزيل خمستعش دولار وأساسين كريد إيزيو كولكشن أربعتعش دولار حلو الستور الامريكي نفس الشي نفس الخصمات نفس القيمة ولكن في شغلة مو موجودة بستور الكويت ألا وحية لجندري كولكشن الجز بلاك فلاك روغ ريماستر يونيتي سنتكيت أوريجنز أوديسي كلهم ستين دولار هذا الكلهم ستين كلهم ستين ممتاز هذا بخصوب لأسيتي بخصوص الأكس بوكس هي تفضل خرد يا أبو فهد قول طبعاً هذا مرة أكتب أكس بوكس بس لازم آه انت الحين فقط الداكرة لا هذا لا هذا وشن قال أول مرة أكتب أكس بوكس أكس بوكس أكس بوكس أكس بوكس بخصوص التخفيضات حق أكس بوكس نفس الألعاب تقريباً أقل كمية نزيل في الألعاب موجودة طبعاً شي طبيعي نزيل شي طبيعي لا أسمعني أسمعني خصوماتهم يعني مو ذاك الأرقام الكبيرة ولكن في الألعاب مو موجودة شي طبيعي لأنا موجودة في ريال جيم باس لأنا موجودة لأنا موجودة لأنا موجودة أكس بوكس جيم باس نزيل اللي أنصح فيهم وموجودين بلاش طبعاً كم لعبة بي 601 601 جيم باس 601 601 EA EA وكلهم آه اي أوكي مع EA نزيل أنصح بلعبة نير أوتماة وأنصح طبعاً جيم أوتماة أدري وطبعاً سلسلة أو خلنا نقول سلسلة The Elder Scroll The Elder Scroll قطي منها Morrowind Morrowind Oblivion Skyrim هذولا كلهم بلاش وأنصح بلعبتين حربية شوتين بلاك قديم وايد على أكس بوكس أعتقد أوريجنال أو شغل وميدل أف هونر ها ميدل أف هونر أونر أونر أين زيل أين هاري أين هاري الميناء انزال الجوي انزال الجوي قصتها النورمندي الشي اسمي يابانيين يوم خلصوا خايرهم بالطيارة كان ينزلون على الميناء شي بدعون كما كاز المهم هذي على 360 إذو كلهم بلاش وأيضا ضافوا مثما قلت لك خاصية EA Play على BC على BC صح وهي موجودة طبعا في شي أنا كاتب أنا في نصيحة سلسلة العاب أوك زين في معدنين حلوة Army of Two أي لا حلو أقدم حلوة هذي حق الناس تمويش ليش ما قلت حق الناس ما شفتها لحما زل قريبا قريبا القيم باس قريبا 25 25 هذول العاب يعني قدم صحيح بس متروسين كانوا صح شفتم هذول العاب قدم صحيح بس أكو ناس ما جربوهم فأنا أنصح أن يجربون هذول العاب بلاش وعندهم جهاز يا الربع تاريخ 25 ثلاثة اللي عند جيم باس أو إكس بوكس جيم باس يا كوزة زيرو يا كوزة سيكس كلهم فري هذي هذي بداية التغيير السلسلة كاملة مع هذا السابع اللي هو الحراف الحراف إلى إلى إكس بوكس إلى الخايث إلى الخايث نشوف إحنا الخايث هذا بعدين لا لا صراحة صراحة يعني قاتلك متى العاب حتى العاب اللي ديدة اللي موجودة بلبيستيشن بلستور مسويل علي تخفيضات أو شي هناك بلاش مالجيم باس أقول صارت معي أنا كنت في لعب شدو فور بـ 12 دولار جيم باس كان أقول خلانا نشيك بالجيم باس شان ألقاه هذي هذي ميزة الحرم لا وكاملة مع هذا الكلام ليش ما قلت بالدسكورد حق راشد شنو لا موضوعي مع راشد كان موضوع ثاني موضوعي مع هل يستاهل أني أنا أشتري الجهاز عشان ألعاب بس الولد ما عنده الجهاز القديم بس لا لا يقعد يتكلم تشن الجهاز هذا هو الأحسن حاليا شارع بلايستيشن فايف شارع بلايستيشن شارع بلايستيشن شارع بلايستيشن يعني كطر إكس محمد محمد على هذه العاب فيها العاب قديمة صحيح في ناس توم شارين إكس بوكس مثال ما لعبوا واللعاب هذه على زمنها موجودة على الوان إكس موجودة على الوان إكس أنا نغاشي مع راشد كان مسي على بالخير كان نغاشي إنه هل كإطلاق الكس بوكس أو هالأحسن أنا كنت أقول لأن ما في شي عشان الإطلاق العاب اللي قعل أبع الأكس بوكس سيريس إكس أقدر عبع الوان إكس اللي عندي بالبيت اي هذا كان نغاشي صحي وهو ما عنده الجهاز ما عنده الوان إكس أنا ما عندي مشكلة الحصريات اللي ننازلة على البلاي ستيشن فايف كانت ديمون سولز و سبايدر مان سبايدر مان موجودة على الفرصة صح حلو فأهو بالنسبة لأنا ما عندي الإكس فشنو الجهاز اللي راح يلعب فيه أكثر حصريات هو أول إكس بوكس ياخذها به فهذا راح يلعب فيه أكثر حصريات أنا ما عندي مشكلة مع السلام اللي قاعد قولها حلو لأن الوان اكس مو عنده لأنه هو واي دلعب قديم ما لعبها فهو يمكن عنده توا نازلة كنترول توا نازلة مو بس شدي عنده كنترول عنده سلسلة جيرز عنده سلسلة يكزة هلو عنده سلسلة يكزة نزلت بعدين بس أوكي هم عنده سلسلة يكزة عنده واي دلعب بس بس كإطلاق مو أحسن جهاز كنسخة جيل يديد تبي تقارن بين بلاي ستيشن فايف والإكس بوكس تبي أنت شذي شاكر صديوه أنت تقصد شذي أنا قصدي أنك واحد عنده أنت عندك كل جهزة كجهاز يديد جهاز إطلاق الإكس بوكس أحسن ما في شي ولا واحد أنا شنو قلت له شنو كان نقاشي معه إنه يمكن لو بفاهد رح يفضل بلاي ستيشن لنديم السؤال زي موجودة طبعا لو واحد شل عين الحين حاضر كلب جات أنا شخصيا ولا واحد فيهم صراحة أي لش مدحرة ليني نزلون ألعاب حصرية بالضبط أنا أقولك شي والله العظيم إنه قاعدة السؤال فيكم مساء الجهاز عندي المسدس ما الهواء حطيتها الإكس بوك شغلتها صار مخيم عندي والبيتي إغبار ليني يبدون يشتغلون ينزلون شاكر موضوع الحلقة موضوع الحلقة هو موضوع الاستحواذ طبعا هو الموضوع عندما صارت سعرفة إكس بوك وباتسدا شوناك بها بالنسبة لي أول شي أشوف أن بلسة شيكات مستحوذة أكثر من إكس بوك طبعا هذا شيء منطقي واضح من زمان لا لا منطقي واضح والكل عرفه حصريات سياسة غير سياسة ميكروسوفت غير عن سياسة توني كانت بلاستيشن عندها مستحوذة على استوديوهات وامور هذي وطلعت لنا العاب وإلى آخر في الفترة الأخيرة شفنا أن الاكس بوك أبدعت في موضوع استحواذ استوديوهات والامور هذي تسمح لي أقاطعك بشغلك أنت قاعد تتكلم غلط مو هذا الموضوع هذا استحواذ أنت قاقول بلاستيشن عندها استوديوهات استحواذ أنا أقول شغل سياسة إكس بوكس غير عن سياسة سوني سوني عندها سياسة يسمونها Organic Acquisition مو كلها ألعاب خلنا كمي لزي عشان تفهم عشان تعرف تجرب صح يلا إكس بوكس تشتري استوديوهات كبار مثل ما سوت مع رير شرط استوديو رير بثلاثين يوم بثماني وعشرين مليون زينماكس شرط زينماكس تشتري استوديوهات كبار حولو أنا جثيري أما عندك بلاي شتيشن يسمونها اللي هو Organic Acquisition شنو يعني إن أنا أدعم استوديو صغير حولو أدعمه يقدم لعبة لعبتين آخذه وهو يشوفون إن أنا أقط فلوسي على الآبيات اللي عندي لحين هذي أشبه بالاستحواض نا إزي أوكي استحواض هذا استحواض قطو قطو لا مو قطو استعواض تعال أنت حقي إيه هذا استحواض فهد فهد سوني يعني طريقاتهم يقول لك إن أنا أدعم استوديوات صغيرة لإنتثبت نفسها أنزل وإذا ثبتت نفسها وألعابها قوية وباعت آخذ استحوض نفس ما صار مع سكر بونتش نفس صار مع نوتي دوكت صحي أيوة ما دعا إنسومنياك إنسومنياك أدعمهم أنا إذا نزلوا لعبة قوية آه يعني كلها مدهم أكوانا مستحووذي لا 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 ملغش فيهو نزلون حقهم أكراش نزلوا نزلوا سلاي كوبر نزل سلاي كوبر أهو ولا لا جاكن دكستر نوتي دوك بعدين نستحوذوا عليه إنسومنياك أدعموها أول شي بل فين و بل فين وأربعين سكر بونتش نزلوا إنفموس صار أطاق عليها صار قوية اهتعال حبيب نيو نفس الشي إنسومنياك يعني ما يستحوذون إلا بعد ما يدعمون و يضمنون النجاح يثبت جدارته و نجاح بعدين يخلو شنو شنن نظرتهم إن أنا أقط فلوس على الأسامي اللي عندي خليها تصير on bigger scale بدل ما أقط مبالغ كبيرة على استوديوات already كبيرة اه فهمتك أما إكس بوكس لا إكس بوكس قعد تشتري استوديوات داريكت على طول إي استوديو راير مثلا لما شروا استوديو راير إش صار ربع نينتندو شلون بيرفكت دارك تروح شلون بنجو كزوي يروح بايد العاب راير يعني عرفت نفس اللي صار الحين مع بايد صح إنت عندك ألعاب عندك ألعاب بايد أو ألعاب زيني ماكس لها شريحة كبيرة وإذا مو الأكبر على البلاي ستيشن صح شون تروح حق إكس بوكس هذي سياستين مختلفين الحين تقول رأيك إذا كذي أنا أشوف إذا هذا التفسير إذا معناته أنا أشوف خطة إكس بوكس ناجحة أمين بالمئة ليش لأن استحوار خلاص من بداية هذي لي إزين والآي بيات ملوتك الآي بيات أي واحدة قلص قصدك فيهم كيرز فورزا هذي مستمرين فيهم سنسيت أوفردرايف اللي راحت خلاص هذي إنسومنيا إيه هذي الحصريات مالتها والآي بي مالتها بس أعتقد اللي أملك الآي بي ترى مايكروسوفت الآن أنا بقوش أنا نظرتي شراكم نخليها نقاش أكثر كل واحد دوره بروح أنا أشوف أن إكس بوكس مقاعد تركز على ألعاب الحصرية مالتها يعني كيرز والأمور هذي اللي عندهم مقاعد شعبيتها منافس قبل أنا هذا اللي قاعد أشوفها صح حتى لعبة درانجز اللي نزلوا دعيت بعين كنسلوها مالت بلاتينوم جيمز سكيل باند سكيل باند فيبل فيبل راحت عرفت يعني ليش ما أنا أركز على ألعاب الحصريات اللي عندي بدأل ما أقضت فلوس وايد بس أنا قاعد أقضت فلوس وايد على استوديوات أورادي كبيرة وبعدين هل تتوقع أن الصج رح يصير حصير ألعابهم بس حصري حق الأكس بوكس صعبة أنا ما توقع يعني أتوقع لأن مبيعات الألعاب هذي كبيرة على البلاي ستيشن بس المبالغ اللي دافعينها مو هينة على أنها حصرية سينة على الأكس بوكس فلن تروح مرة ثانية ترجع بفهد بفهد أنت لما تبيدش بخطة التسويق والله الفلوس مبالغ مو هينة هذي يعني ما حد فينا يقدير يسولف عنها لأنهم مايكروسوفت تخطيط لهم تخطيط أو يعني على قولتك أنت نظرة مستقبلية وايد مستقبلية يعني أنا تشك بهم رح طقت لي زينماكس شنو الدراسة ليش أنا طقت زينماكس بأعلى صفقة تدلل لحظة أعلى استحوار تعتبر أعلى استحوار تدلل بكمل جملتي بس بس فاهم لأن باثزدة تملك ألعاب سكايرم وولفشتاين وانا قلتك زينماكس شركة الأم صح معاه كان هذي كلها كانت شعبيتها على يعني خنقول سكايرم شعبيتها على بلاي ستيشن وال بي سي لا لا سكايرم شعبيتها اسمها بي سي اكس بوكس بلاي ستيشن تخيل حمود تتكلم عن كونسول بس ترى هم في شريحة على الأكس بوكس بس هل أنت كشركة تبتطلع أرباح شلون إذا أنت شريحة كبيرة منك من لعبينك مرحش تنول لعبة أنت من خلال صفقتك هذي أنك تستحوذ على الشركة الأم تستدرج فيها الشريحة الثانية اللي أنت قعد تقول عنها والله أنت جماعة بلاي ستيشن جماعة ألعاب تزدل على البلاي ستيشن أعطي بلاي ستيشن أنا أعطيكم تعالوا أسحبكم أوكي بس مو كلهم رحيونك يعني الأرباح الأرباح اللي أنت بتطلع من ألعابك مو رح تطلع أرباح نفسك أنت تطلعها قبل أكيد بس أنت بالبداية ما تدري أول شيء سوى لك يا أول شيء تمنت الصفقة إحنا عندنا هني يطق لجهاز جهازين يعني مقدر الحمد لله مقدرين بس في برة ما عندهم اللي يشتري يطق لجهازين صح هو يعني شوف يابلك إياها من منظور ثاني لما تمت الصفقة رسمي يعني هني شون يستدرج الناس يقعد يسحبهم شوي شوي حط لك 20 لعبة فري بالجيم باس من أقوى ألعاب إذا أهم إذا الأكس بوكس رح يستغلون الاستحواذ أن الألعاب اللي تنزل تكون بلاشة على الجيم باس بفلوس على الجهاز الثاني هذا أفهمها أما تكون حصرية حصرية على الأكس بوكس مو هذا هو هذا شيء ما ندري عنه شوف أنا أشوف استحواذ مايكروسوفت حق الاستيديوات الصغيرة نفس نينجا ثوري هلو بلاد مالت نفس نينجا ثوري نفس شسمه استيديوات ثانية بعد واستيديوهم الخاص اللي أنشأوا اللي هو أنيشتف اللي قاعد يشتغل على بيرفك دارك على الحين أشوف هذي طريقة بيرفك دارك بيرفك دارك أي الريبوت الريبوت مو مادري ولا ريبوت ولا سيكل مادري بس قاعد يشتغل على بيرفك دارك هلو شوف توجه مايكروسوفت كان في البداية قاعد تطق استيديوات صغيرة صح بعدين الريد كان من البلاي ستيشن استعراب حصرياتها وقوتها صح زين شنو اللي كسر هذا الشيء هو زينماكس صح كسرت كل القواعد يعني أنت تابي أعلنت عن حصرياتك بلاي ستيشن أوكي أنا أروح أطق الرأس وصار شيء بعدين يعني مو طق أركين ستيديو مو طق بيثيزدا طق زينماكس طق زينماكس وصار شيء تانجو جيموركس 8 software وصار شيء بعد زينماكس لحظة بلاي ستيشن قاعد تفكر أن تحطها لعاب الحصريات على البي سي على من هو بلاي ستيشن صح دايز كون يا ايا اي لا حلو الحين لما طق زينماكس نفس ما يقول المطلق جمهور بيثيزدا وايد على بلاي ستيشن فأنت بلاي ستيشن أوكي رح خسر جمهوري حصرية محصرية شنو وضع مايكروسوفت ففي تهديد صح على الألعاب هذي على الجمهور على الرغم من أن ديث لوب حقهم حق حصري شوف العلانات يعني علانات ديث لوب بلاي ستيشن بكل ستيت فلاي أكثر لعبة حطو لعلانات خوفي كل عرض يحطون ديث لوب كأنه يعني فخر بيثيزدا لعبتك أو مايكروسوفت لعبتك عندي صح عرفت أيها لوية ذراعة تراح لوية ذراعة صح فالموضوع أنا أشوف من تاريخ إعلان أن مايكروسوفت رح تستحوذ 2021 على بيثيزدا ليه اليوم الجيم باس أعتقد أنها غطة تكاليف الاستحواذ هذا صح غطة فلا تقولي أنه لما أنت لما أنتج اللعبة أو ينتج اللعبة هو خسران لما حطها حصرية عنده ليش لأنه مايكروسوفت ووايد أذكي ما قعد أطبلهم بس نزلوا حق الناس اللي عندهم جهاز بالأساسي بلاي ستيشن بس يبون يلعبون هلألعاب اللي هو مالة بثيزدا نزلوا لهم جهاز بثلاثمية دولار اللي هو الصغير هذا وديجيتل ليش عشان يحكرة جيم باس ما تقدر تشتري سيدي راح تشتري أنت كل ديجيتل جيم باس مجلس إدارة تفركي يعني مايكروسوفت راح تحط مجلس إدارة يديد يديد إعادة إحياء الطريقة مايكروسوفت اللي ما ندلي شنو ما راح يصير تقدم بعدين ألعاب ألعاب على كلام مطلق الألعاب اللي موجودة حق إكس بوكس وينها جيرز فايف نزلت السنة رضافة أولي قبلها أبدعت محمد أنت شنو عندك غير جيرز وهيلو فورزة حلو هل تكلم عن حصريات جيرز تاكتكس أبدعت أنا بنسبة لي استراتيجي وترشعت حق بس استراتيجي يعني بس خذت كرسيدر كينغز المهم فش اسمه عندك هيلو ياية عندك فورزة ياية عندك فايبل أعلنوا عنه فايبل أعلنوا صح بس ما ما وضح فايبل من متى وقبل ما تكنسل من متى معللين عنها لا اليديد الي عشت قرران عليها بلاي جراند فايبل هذا الجزء اليديد قبل كان فيه جزء كنت أتمنى أنه ينزل لواحد ضد أربعة إذا تذكره كان اسمه هيبل 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 فيبل انفنت توقع ما أخذ أنت قاعد تخلط لا لا كان في هيبل انت قاعد تخلط أقول أتوقع هيلو هيبل قاعد أتوقع عن زين شون أتوقع المهم أنا أشوف ما في أي مشكلة بسياسة استحواذ بالعكس راح يزيد المنافسة على أساس بلاي ستيشن تطلع تستحوذ أكثر وكذلك إحنا لاعبين نستفيد هنا في حصريات هنا في حصريات أدري ملك المقدر أن يشتري كل الأجهزة أنا أشوف أن سياستهم مختلفة عن بعض طبعا طبعا لدرجة أن أمس في خبر مايكروسوفت استحوذت على بذزدة بس بلاي ستيشن استحوذت على منه هيفن على إيفو بطولة إيفو مع البطولة ألعاب الفايت صح صح تخيل زي ليش تستحوذ على إيفو لأن استحوذ على شركات تلعاب يعني تستخدم شبيب المنظمة مالة البطولة أقول لك أنا ففي فكرة إحنا مو عارفين لأن هذه غير هذه استحواذ ماتم غير وهذه استحواذ ماتم غير مختلفين عن بعض بس مو أن أول ما طلع أول ما طلع أول ما طلع الكلام عن استحواذ زيني ماكس يطلع جيمراين المليق جيمراين طبعا نهاية بلايستيشن هل ما فيه ويغاية الدرابيل نهاية بلايستيشن على جيمراين صدقني صدقني نهاية بلايستيشن على جيمراين بس شنو قال شنو قال جيمراين قال إن قال لن ناس طالكم تشترون تستحوذون على شركات كبير نفسك أبكم قال لن ما نشوف إن في هذا تهديد وإحنا سياستنا بالاستحواذ غير عنهم نحن نركز على لعابنا لأن لو تلاحظون إن السيكولز من لو تلعابنا قاعد يحاقون أرباح كبيرة لأننا نحن قاعد نقط فلوس على إن نخلي السيكولز أو الحصريات اللي عندنا on bigger scale صح صح شنو قلتانا on bigger scale بس أنا قاعد أفكر بشغلة هذي سياسة وهذي سياسة إحنا قاعد نقول رأينا هذي سياسة بس متأخرين سنة ألفين سنة ألفين بلاي ستيشن استوعبت إنه لازم يكون عندها حصريات لازم يكون عندها استيديواتها الخاصة مايكروسوفت دشت سباق 2001 ما عندها شي عندها Halo Gears صح سلام علي أنا عندي نقطة Gears Gears حتى مو استيديو حصري Epic Games كان Epic Games بعلى لحبة أنا عندي نقطة أنت قاعد تقول Xbox متأخرين أنا ما أشوف إنه متأخرين Xbox سياستهم استثمار أنا أستثمار أنا أشوفهم متأخرين بس الحين بس استثمار صح من منبلش خلاص قام حنون علي أنت ما عندك حصريات أنت ما عندك حصريات أنت ما عندك راح تطقي ياب استيديوات صار أعلى شركة عندها استيديو من أعلى الشركات اللي عندها ستيديو هين والله بفهد استيديو كافي إنك أنت تسولف عنهم من ناحية الفلوس Xenomax وعند استيديو شسمه Mojang مايكرافت مايكرافت بس هم يعني لازم نقول إنه في استيديو وائد بليستحوذ عنها X-Box ما ما سوت شي لا الحين ما ندري هذا مو كلام الناس يوم كان يقولون الناس إنه كل المعرض ينزل في مثلا X-Box يطلع هذا يقول ترقبوا ترقبوا الجديد أخشي يطلع IP نفسه جزء دي ما يقدم أفكار ما تدري يبين هذا كل ب E3 سنة هذي شهر 6 كل دي 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 نشوف طريق 14 16 حتى لو نفس IP حتى لو نفس IP شن ال IP يديد من PlayStation في ما في تغريبا IP IP يديد أنا ما شوف إن في IP كحصريات يديد IP 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 لعبة يديد عنوان دي دي لعبة صح أنا أتوقع الحكم الحكم الحين وائد مبتر بعد نحتاج سنتين ثلاثتين سنتين ثلاثتين هذي النظرة وهذي النظرة بس وائد ناس من الفانز بلاي ستيشن يعني محبطين يتحلطمون على استحواذ شسمه مايكروسوفت على زينماكس نفس الكلام كنتوا تقولون إن الجهاز ما في حصريات الإكس بوكس وإحنا جهازنا حصريات تسوى تاريخ مايكروسوفت يمكن لنا فقده السلسلة هذي يعني ياستحوذ أحين يقولوا لك احتيكار ما نفس الشيء بلاي ستيشن حكرت ستيديو إنسومني عندها هذا هذا يقول لك ستيديو صغير ما تفرق ستيديو صغير ولا كبير قدم لعبة حلوة أحين على بي سنست أوفر درايف 2 وإن حصل هاي إنسومني عند بلاي ستيشن والعنوان عند مايكروسوفت بفضط نحس تقع حسنين مع كوجيمة مثلا مثل كالإسم عند هذا وهذا الريال طلع تسويلي نص نتكمل النص سبايدرمون أدري إنسومني تملك الحقوق ما سبايدرمون بكبرى بس سوني قعد طلع حق مارفل برويلتي أنا بشوف ألعاب يعني أشوف إنسومني يسوي لألعاب سبرغير ليش تحكر ليا عند بلاي ستيشن في ناس تقدر تحلط بس خلاص هذا سباق هذا سباق على التحلط منه اللي فوز وخلص يعني حتى بآخر إفنت اللي سووا مكروسوف مع باتزدة ما كان ما كان واضح رد في السبنسر عن الحصريات أنا عجبني رده ما كان واضح أنا عجبني رده ورده يفتح تساءلات وايد هنطالع بلايف قعي سول في غرفة المكتب مالا وإكس بوكس السيريس اس وراء وليحم اعلنوا عنه كثير ما هو الجهاز يعني صغير ونفس الشي صال عن موضوع ده ستراندينج هذا مالا مجسم ده ستراندينج ايه بس ما دري الحين الموضوع شنو شنو قال قال ألعابنا الخاصة في شركة زينماكس أو باتزدة راح تكون متوفرة هل هذا يفتح مجال أنه ممكن يفتح مع الننتندو هذا أقرب الننتندو أقرب من السوني لأن خصوصا عطى الننتندو أعطاهم أوري صح خذ منهم أكتوباث ترافلر أول ناس افتحوا كروس بلاي بينهم لا تنس ألدر رنج ألدر رنج لحما ما ندري لا لحما ما ندري بس واضح ما أكو شي ما ندري الدعايات الدعايات أول إعلان كان مؤتمر إكس بوكس تسويق تسويق عندها لحظة أنا بفهم إلدن رنج شاكو تسويق عندها والله يسمونها يوم هو حاطف باله يوم هو قال أنا جربت اللعبة يوم هو قال أنا جربت اللعبة ما لا أشغل اللي بلقع يقولها يمكن يستحوذ على الشسمة هو هذا اللي حاطف باله إنه مستحوذ بس لحمة قال حاطف باله يستحوذ سويق قايلين إنه نحن قاعد نتوجه حق السوديوهات اليابانية شوف على طاري الموضوع هذا توا بلاي ستيشن دعمه ستيديو ريفن ستيديو هذا ستيديو جودي اسمها ريمون جودي ريمون مال من ورأيه كمال ستيديا كانت بستيديا هي برودوسر مالت أساسين كريد الأول والثاني وهي الماناجينج دايركتر مالت مثل جير فور أنا نصدي أنت منها المعلمة بلنا راحت ستيديا بعد أن طلعتم ستيديا سويت لها ستيديو أندي أربعة أشخاص طرع هرمن هلست وقال أدعم بستيديو رائبن هذا ستيل سوني أدعم سنتين سووا شدي مع يو سوزوكي ما يزلهم الوضع ما استحوذو كوجيما توقع ما يزلهم الوضع ما استحوذو ألي لا بس دعموه بأولا دعمو بداية سران الظاهر ما يزلهم بس غيره شديهم يسوون الآن لو ستيديو هذا يسوي لعبة تكسر الدنيا يدعمونا بلعثاني يمكن بعدن يلا أركب بس جنة هذة ستيديو هايبن هما انشاؤوه دعمو فلوس يمكن فلوس تطوير فلوس تسويق ما أدري يعني بوفاق باختصار بلاي سيشن شنو سياستهم أنا ساعدك توقف ساعدك توقف أوكي وقفت تعال نفس نفس سانتا موني كتر أي أكس بوكس أما ساعدك توقف أنا أيبك وأوقفك هذا اللي إحنا نظرتنا يعني يمكن يفشل يفشل أنا أو صارت صارت يا سزوكي شين وايد عندهم مايكروسوف عاوضها بخدماتي أنا أكون حقاني وايد عندهم شل انسوني كفشل عندهم للعلمية سنسو توفر درا حلو 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 أنا حبي بس فشلت عندهم بالمختصر أنت حين شو تشوف الأقوى بالاستحوال أنا شوف الحل الوحيد حق صوني يستحوضون سيقى صعب 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 اللي يستحوض سيقى أنا راح أشجع بفحش شنو سؤالك منو الأقوى أو الانسب مافيó وجهة مضورك إبو حمد منو مستقبلى أفضل بلاستحواذ وكذي من الأمور هذه سياسة بالاستحواذ منو أفضل بالنسبة لك سياسة بالاستحواذ منو أفضل بالنسبة لك كل واحد كل واحد كل واحد غير تكفى تكفى حمود أنا بقى شي بالنسبة لك يعني بشم طقة وراير قبر وايد ما شفت شي وشنو عطوك نزولوك بانجو كزوي وريكور وريكور فشلت ريكور وايد فشلت بالنسبة لي أنا أشوف طريقة أو سياسة بلاي ستيشن أفضل أنا طورك ما أستحوذك أطورك قد تفشل ما ولاني أدفع المبالغ ماذا فيها خطورة أكيد عشان بلاي ستيشن شنو خطورة خطورة أن أنا طورك هلو وتروحك غيري علمتوا الرمالي مرمالي هذا غنية هذه تيو مايكروسوفت تشتريك ممكن هالي خطورة لا بس بس يكون في عقب بينهم الشروط كوتايشن توم تعلمها عقب سنوة كلمتين الجدول فالوضع أنت تحتاج يعني مايكروسوفت عندها فلوس قاعد تطق استيديوات على قولته مجاحسة وخالص مقشرة لا كلها مقشرة حتى سوني سوني لا تقعد تقشر عندها فلوس بعدين تفصفص سوني تقعد تفصفص سوني عندها فلترة الستيديو اللي يقدم لي شغل نفسي توجه سينمائي رزال ستوري دريفن مايكروسوفت لا مايكروسوفت وايد ميالة حق ألعاب الشوتر وألعاب الأونلاين صح خدمات أي وأنه بالضبط هو الخدمات ألعاب خدماتية هذا مايكروسوف مايلا شي حول في أحد عنده أي شي بيضيفه على موضوع الحلقة خلنشوف يمكن تينقلون حصرياتهم من البي سي هم ياخدون جمهور بي سي شوي ما أتدري هم هم صحيح أنا أتمنى صراحة بلاي ستيشن تستوع بالدرس وتنقل حصرياتها كلها حق أنا ما عندي مشكلة مع طريقة الاستحواذ مالاتهم بدأما يقطون فلوس على ألعاب موجودة ويرون حق البي سي لكي تدخل فلوس هذا ما عندي مشكلة تدري لو صارت مع سيجة تشين مالاتها أخوي أنا خلاص تدري لو سوني صارت مع سيجة فان بوي فوريبر صديد أكسر خايص سيجة سيجة شر عندهم العاب شر عندهم غرر وياكو سيجة لا عندهم برسوني أطلس أطلس من يملك أطلس سيجة سيجة ما عدري هذا ما عدري زي برسوني انت لم تبطل في سيجة لحظة أطلس سونيك الله واو شركة اللي حطمت شو اسمه نتندو في ذاكي الأيام نتندو هذا لا لا هذا توا شايف هاي سكور وقاعد يراجع عليك لحين أطلس ما أعتقد تملكه صراحة سيجة ما أعتقد ما أعتقد ما أعتقد ما أعتقد ما أعتقد لحظة لحظة وصل الخبر لحظة باست توقي أسوب سدري أو في سيجة أسوب سدري أطلس شنو سب سدري شنو سب سدري سب سدري شن يعني ملكية ألوام مطلق نروح مشاركات شاركة فرعية شاركة فرعية ألوام نروح مشاركات كافي كافي ياكوزة شفيك اه شنوي هذا شي سكته شن يعني مطلق شن يعني شن عيني شن يعني مالك عذي شن يعني مطلق حال حتى رح تطبالت لها في الدروب .شاكل شاكل مطلق حضر مطلق حضر .خان روحك البقرة البعدة عذبحت هنا حالو ننتقل الحين إلى مشاورة لا أستخد الحب طبعا ننتقل الحين الى داعمين الهب وشربكات دامي الهب. وحين نروحك داعمين الهب في البيتريون. عندنا أول تعليق من يقول سام عليكم يا الربع مالي خلق افكر ولا احتاج افكر شريت سوني فايف وسيريس اكس وسيريس اس عشان اذل الشركتين بدل ما يذلوني بالحصريات فان ما يحطوا حصرياتهم اصيدهم وبو فهد اختم سكروا سجلت انا شك وقع كلمت اسر علي انا دزيتلوم بالقرب شنو قع سجل بس قلتهم بعدي مو جاهز لا انت يديكم سنفة الماش لا 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 بالقرب اشقال لا حاج يتكلم لاني انا ما سجلت لا لاني انا ما خلصت مو جاهز مو جاهز بعدي مو جاهز مسجل حلقة انت قلت لنا تتكلمون بس اذا تكلمت يعني مو جاهز مو جاهز مو جاهز عندنا اخونا اوريو سيكس محمد مارجنتو يقول السلام عليكم ورحمة الله ومرحب يا مرحب فيكم يا رابع واهلا تحية له هامير السوق يا هلا يا هلا عافية على كل ذرة جهة تبدلونها والله يوفقكم الله يعافيك بالنسبة للسؤال اشوفها سياسة ممتازة ودل على اهتمام بعالم صناعة للعاب بس لا تتحول الى حرب باردة وفي النهاية الرابح الأخير والله حرب باردة مو حمد متى بتكمل فاينل فانتاسي اكس في بياس سمي يالله انطانا عندنا اخونا يوها باخ يا هلا ها يا هلا يا هلا هلا بالحبيب نورتنا وشرفتنا يا اخوي يقول سلام عليكم يعطيكم العافية جميعا بالنسبة حق سؤال الحلقة اشوف انها سياسة الاستحوات تصف في مصلحة اللاعبين لان كل من الطرفين راح يقدم الأفضل لكن بشرط انها ما يستخدمونا بشكل صحيح ويرضي اللاعبين ونتبدل واحد اخلط اي وبس يعطيكم العافية على كل ما تقدمونا لنا كان معاكم يوها باخ الشخص الذي سيسلب كل شيء من كنامي كافوا عليك معاكم احنا روح روح والقلب داعي لكم عندنا اخونا عصام البكري يقول هلا والله بالرد هلا بالحبيب على مجهوداتكم الحالية وبالتوفيق وإلى الامام دوم المشكور يا بجريد على انك عرفتنا على العظمة اللي اسمها ياكوزة عشرين ساعة كانت عجيبة هذا بس هو لاحن لاعب زيرو بس سيقة هو لاعب زيرو بس ساعة عصام كمل تكفى عصام لول سيقة كوامي كوامي تو كوامي لول من نهاية اه انا باقي واحط واشي من التنين ويصير رسمي من مترك كلان اما موضوع اليوم فما عندي اي مشكلة في ذي الموضوع ما دام اي ان الشركات قاعدة تبدع في الالعاب ويكون في شوية اكشن والدراما بين الشركتين يعني الوضع بيصير حرب بارتة وعندي سؤال للكلبي ما ان في البحرين للاسف ما نزل بيستيشن فايف فهل اتهور واخذ الاكس بوكس ولا الصبر زين والسموح يطلق لا اصبر دعمك ما شرأي تصبر شو ما نزل بيستيشن فايف بحرين قصده خالص كمية خلصة هي كمية والله والله الاكس بوكس عصام مو غلط لا بيستيشن فايف لا بارتي ما على شغل لا هذا المتفون ايه المتفون شوف العاب لكس بوكس وعندنا اخونا جي تو جي هلا بو خليل هلا بو حبيب هيا كلا يقول سلام عليكم يا رابي عطيكم العافية على البطولة من دونكم جوابي للسؤال اكيد سياسة الاستحواذ شي جيد حتى تكون منافسة قوية بكل الاصعدة بين الشركتين حتى يقدمون كل خبراتهم لنا حتى نستمع اكثر نستمتع اكثر وأرجع وأقول لكم شكرا على المحتوى الاسطوري شكرا على أبو خليل عندنا اخونا ماجد الحتيب يقول سامع لكم يا شباب حيا لعراء الهب وخاصة الى الهارب من صحن الحلويات بو حمد بالنسبة لموضوع الحلقة اشوف شي مهم وهذا شفناه في الجيل الماضي واذا جهازكم ما في حصرية محد بياخده وانتهت الله يعطيكم العافية وتشرفت بمعرفتكم واخواني الله يعرفي يشرف لنا عندنا اخونا دعم الهب الجديد جنسكا جنسكا معروف جوابك من اسمك لا لا هذا اول ان ايه اول ان بعد بي سي يقول السلام عليكم جميعا هذه اول مشاركة لي بالنسبة لي اشوف فكرة الاستحواذ على استوديوات هي سلاح ذو حدين بقى تصوح باتايبي لان كل شركة تستحوذ على استوديو استوديو همها هو ان تسوي العاب قوية لمنصتها بحيث يجذب الناس للمنصة وتجعلها مميزة عن غيرها وهالشي يودي لانتاج العاب عظيمة لكن الشركة محتاجة هذا شي عشان تجذب لاعبين لمنصتها صح ولكن الجانب الثاني هو ان بالرغم انهم راح ينتجون العاب عظيمة لكن راح تكون في فئة كبيرة من اللاعبين الغير قادرين على تجربة هذه العاب اللي هما يملكون المنصة اللي انزلت لتنزل اللعبة عليها ومو كل الناس مقتدرة انها تمتلك جميع المنصات على العكس لو كان الاستوديو مستغل او غير تابع لشركة تمتلك منصة فغالبا راح تنزل اللعبة على كل المنصات لان همه الاول والاخير هو الربح وشكرا لكم مسامحونا على الإطانة اخونا بس كتبت منصات ومنصة منصة وايد وانا اضعت نفس ما قلت منطلق مو كل الناس مقتدرين على الجهازين صحيح كلامك الله صحيح طول بالك عندنا اخونا بي 10 KW بدل رشيدي يقول كوني توا يا رابر شونكم عساكم طيبين اول شي كروسيدر كينغز تري مجانية على ستيم واطلب من بوجريد وفهد ينزلون فيديو عنها بدون مساعدة بحمد لا لا عدانة كلش مستراتيجي بالنسبة لسؤال الحلقة ان مايكروسوفت وسوني اجزتهم مشايلة الحصريات طبيعي يستحوذون على استوديوات وشكرا على حسن استماعكم احنا نخلص من الحضر عشان واحد ينقدر لي مكتب الليل اي والله نين نام نين نام على نم تهدي عندنا اخونا دايسكي العازم يقول السلام عليكم كيف الحال الجميل والله هذه حرب غير منتهية من المنصتين الكل يحاول يصنع العاب حصرية كثر المستطاع ليكسب المشترين من اللاعبين والله حرب ازلية والعالم اجمع الان متجه العالم الترفيه المنزلي اكثر واكثر ممكن بعد كم سنة شركة دزني تدش عالم العاب الرغمية بجهاز جديد ممكن وشكرا ممكن صح وجهة نظر صح عندنا اخونا ابو فاضل اكبر اهلا ابو فاضل تاريخ يا ابو فاضل منورنا ملك المعارض بفاضل يقول السلام عليكم ايها الاصدقاء القدامة وين سامحونا على القطة على القطة 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 الجدا طويلة ولكن متابع بقوة وشغف اجدعو مسلس لرمضان على MBC والله يعطيكم الالف عافية والله انت والممتعين تستهلونك كل شيء نرد لمحور حديثنا الاستحواذ هذا اصلا طبيعي يصير بجميع المجالات مو بس الالعاب راي اشوفه شي صحي كل شركة تشوف استوديو يقدر تقدر تطلع منه شي حلو تشتريه ونشوف ألعابهم ونقيمها ودارها تدور وشكرا ونسف على العطالة من المصدر حبيبي ابو فاضل شرفنا اخوي شرفتنا هذي كانت مشاركات داعبين الهاتف البتريون انتقل الحين ان شاء الله مجتمع البتريون قاعد يكبر والدكورد قاعد يكبر وقاعد يضيع رجلهم تحيط ما يقصرون على دعمهم والحين نروح حق مشاركات بس فيه تنويه ابو حاود راح يقوله قبل ما نبلش راح ناخذ عشر كومنتات سبب ان باجي نص ساعة على الحضر ايه سامحونا يا ربوع بس انه والله يعني احنا قاعد نحاول كثر ما نقدر لكن تدرون انه في الناس في مننا الناس تداوم والوقت للحضر قريب فبليالا قاعد نحصل الوقت عشان نسجل البودكاست عندنا اول كومنت شباتي بطاط بطاط ايه شباتي بطاط شباتي بطاط كتشب مايونيز تذيرها مايونيز لا قاعدة قال شباتي بطاط كتشب مايحار يغلي انا حافظة شباتي بطاط كتشب مايحار يغلي هلا والله بالاخوة من زمان ما شاركنا رأيي بكل احتصار ما بيطول ان السياسة هذي بتخلي الشخص يشتري جهاز عشان لعبة وسلسلة معينة مثل بذيس دلو كانت بتنزل Evil Within 3 خلوها حصري على اكس بوكس طبيعي انا محبين سلسلة يشترون الجهاز عشان يلعبونها فانا من ناحيتي ما افضلها السياسة عشان كل يقدر يلعب بالجهاز اللي يبي كل الالعاب وشكرا لكم والله تشي شي شي في ناس تبي تلعب انشارتت شكرا انشارتت تبي تشتري انشارتت شكرا انشارتت شركات قاعد تحكيرنا صحي شكرا انشاباتي عندنا حيدر الدراوي يقول صراحة كانت سياسة جيدة من كانت تستحوذ على استيديوات تطور العاب حصريا لها من الاساس لكن الان بعد ان مايكرو استحوذت على بذيس دلو صارت سياسة حكارية جدا وتجبر اللعب على اقتناء الجهاز عشان اللعبة اللي كان يلعبها على البلاي صار الان لازم يشتري اكس بوكس عشان يلعب الجزء الجديد الها ونفس الشي بلاي ستيشن مع لعبة سبايدر مان اللي كانت مو حصرية لكن الان اصبح عنوان حصري بس يبقى اهوى من استحواذ على عشرات العناوين اللي قاعدة جماهيرها كبيرة وايضا في حركة جدا مزعجية اللي هي حصرية ومؤقتة جدا غبية هذه الحركة والشركتين جاي يسوونها بكثير بالالعاب نفس الفكرة هن هي حصريات وهن هي حصريات استغلاله عندنا بدر سعودي يقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساكم الخير جميع يا أخي مطلق جرائي اختصار الموضوع اذا الشركة سوني بتريد سعيل انت هلف الجهاز الخيس كله خله خلو حكم خلو حكم ملاحظة اللي ركب الباص عمره ما خسر أنا ومطلق راكبين اكبر باص بالدنيا بصيف 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 أنا ومطلق راكبين اكبر باص بالدنيا بصيف بصيف فواز 965 يقول سياسة بلاي ستيشن واكس بوكس بالاستحواذ مو حلوة ابدا اللاعبين لكن مفيدة لشركات صراحة مع فضل اول مرة شاركوا بفاهد عاطمي ركسة الوردة احبكم والله افضل قناة عندي انتو الريال اول مرة يشارك موجود الفيديو بالقناة عبد المعين زبايد يقول يسعد اوقاتكم كيف سرارات بلاي ستيشن اكس بوكس من ناحية افضل الاستيديوات بعكس مايكروسوفت اللي تو بدت مع زيني ماكس ولكن مو بمتأخر ممكن تقدم العاب جبارة وبصراحة مو بمحايد انا لا مع بلاي ستيشن ولا اكس بوكس بالعكس اتمنى كل جهاز يقدم حصرية جبارة لنفسه عشان الانصرية لجهاز معين تنقرض للأبد مع ان احب بلاي ستيشن بس مايمنع اذا اكس بوكس صارت تنزل حصريات جبارة راح العبهم واختل جهازهم ولكن الوقت ذلك متلهف ايش راح تقدم الاستيديوات الحصرية لكل جهاز واتمنى الحصريات تكون اكثر على الجيل الحالي ويعطيكم الف عافية محمد وايدي اتكلم بسرعة على الحق بالغصب بس انه فين اقدم اقولها ان كروسوفت موتة وهي قاعد تستعود نعم من زمان زمان يعني من اخر ثلاثة سنين حتى سايكوناتس اللي حين ما نزلت يعني ما تريني ما احد متحمس حق العبال انت هو المخرجة لا غلطان غلطان سايكوناتس بعمل يلا عشان غلطان معاك سايكوناتس كروسيدر كينغ يقول مسغول مانو كروسيدر كينغ لا سايكوناتس يساب من زمان هلأ سايكوناتس هلأ سايكوناتس هلأ سايكوناتس هلأ سايكوناتس هلأ 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 بالهب هذا هو المشاركة اليه وأنا سعيد جدا في فترة السياحة اللاضية هياك الله شجز كبير من حلقات الهب توكس لبكم جميل ويجذب المتابع وكل التوفيق ونجاح لكم سياسة خاطئة في حالة استيديوات الناجحة سياسة محتازة في حالة الاستيديوات مفلسة وتعاني من مشاكل مادية أو تخبطات إدارية عندنا سلمان الدوسري هلأ 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 وينكم طالت الغيبة وافتقدناكم عسا ما تفقدون غالي يا رب عن نفسي كل السياستين عجبتني لأن إن جيت من ناحية إكس بوكس راح تلقاها مبدعة في خدمة الجيم باس بشكل كبير جدا ومبدعة بالمجال هذا وان جيت عند البلاي ستيشن تلقاها أيضا مبدعة بمجاله اللي هو مجال الحصريات بشكل كبير وأكبر مثل الجيل البلاي ستيشن فور كاميرا حتشوف تنويع عميق جدا بالحصريات برزهة سوشيما أو غادة فور مختصر الكلام أن كل الجهازين عاجبين لسياستهم والأهم أن كل هذا الأشياء تحسن من أن البلاي ستيشن تحسن من خدماتها والأكس بوكس تحسن من حصرياتها هذا اللي قاعدين نشوفه حاليا مثل ما تقول بداية ملامح التطور النقص عند كل الجهازين من ناحية النقص في الجيل السابق من ناحية خدمات أو حصريات وبس أشكر بعتيبي على مقطع قصة سالنت هلل رهيب جدا واللي أبدع وتميز فيه وليس قصرهم في الباقين أخواني الضالين تسلم والله أتمنى ستة سابع عشان ننازل أتمنى أتمنى بلاي ستيشن لابس واحد بنزل مايك عشر سنين أتمنى بلاي ستيشن تشد على سالفة خدمات يتوفر خدمات أكتر حق استخدام بلاي ستيشن جدول جدول اللي ماذا سيف السويدي يقول مرحبا شباب يا هلا يا هلا جميل لنا إحنا القيمر راح نستفيد بحصريات أكثر سنويا عندنا سايكيدة أتوقع سايكيدة سايكيدة أعتذر صراحة كلهم يهدفون لنفس الشي وهو زيادة الحصريات لكن أشوف أن السياسة سوني في الاستحواذ أفضل واللي يقال عنها أورغانيك إكويزيشن وهم يشتغلون هذا مطلق هذا مطلق وهم يشتغلون مع استيديو لفترة طويلة جدا مثل بلو بوينت أو إنسومنيك وبعد ما يثبتون جدارتهم يتم الاستحواذ عليهم لكن هذا لا يعني أن سياسة مايكروسوفت ما راح تنجح عندنا إبراهيم كيو ايت سكس كيو ايت سكس كل من يبي أمن مستقبل جهازه ومن حقهم بس الفرق اللي أشوف أن سوني استحوذتها على استيديوات ما كانت معروفة أو ما كانت بالقوة اللي عليها الحين مثل نوتي دوغ و سانتا مونيكا و إنسومنيا كوريلا على عكس مايكروسوفت اللي استحوذت على بثيزدا وهي بعز قوتها بألعاب مثل ألدر سكرولز دوم و ديس اونرد وألعاب استيديو تانج وياباني وبالأساس ألعابهم الكبيرة كانت ملتي بس حين احتمال كبير تكون حصري إلا إذا مايكروسوفت قررت خليهم ملتي بس مثل ما مثلا تكون داي ون على الجيم باس وقواكم الله و لا أعطيكم الله و لا أعطيكم العافية أنا أشوف ترى يعني زينو ماكس أخر خمس سنين ما قدمت العاب واي قوية يعني أنا استيديو طايح ليش ما أخذه وراكستار وراكستار تحت شاسمه؟ 2K 2K Take-2 Activision 6,000 شركة Take-2 عندنا جهاد يقول السلام عليكم أهلاً 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 و حوشتونا دايين نجحتكم العافية الأسباب بالنسبة لهم إلا الحلقة صحيح سياستهم و ما في مصلحة اللاعبين لكن بتكون احتكار واي الى آخرين و لكن من حقهم لأنها قيمة الاستخدام عالية جداً عندي سؤال جميع إيش آخر خبار لعبة دايين غلايتز لهم فترة طويلة بدون أي أخبار الأمان ومتظرا بفارق الصبر واللي ما لحق على لعبة فاينل فانتسي يلاحق الأمان و ما كنت فكرة استريها لكن شفتها مستمتع جداً فيها علماً بأنها أول تجربة لي ما عندي أي خلفية على الألعاب من هذا النوع والمعادة للطالة وتحياتي للجميع محبكم وجهاد أمس كان في عرض أمس ما أدري قبل أمس يعني ما أدري هل بيكانسلونها دا قاله coming 2021 بس أبرت منج أعطوك أبرت منج محمد ما تبلع ليجيك ما شاء الله عندنا دحوم زيد اكس الملك يقول يقول أنا يخوف يسمون نفس صالفة سامربانك شفت بطويتر كان كاتب أعتقد داين لايت ضوالة وعيد داين دحوم زيد اكس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعالم الألعاب كله أشوف الآن أن أكس بوكس بلاي ستيشن في منافسة في الاستحواذ الكلية بيثبت أن عنده استيديوات قوية وتقدر تطور ألعاب كذلك قوية ولكن هذه الاستحواذات فيها الظلم لللاعبين مثلا أنت تحب تعشق سال انت هل وشريت في بداية الجيل لبلاي ستيشن 5 فجأة يجيك خبر أن اللعبة حصرية لأكس بوكس هذا مثال واحد من عدة الأمثلة الاستحواذ فيها ضرر قوية لللاعبين وشكرا جزيلا لكم ضرر على فانز بلاي ستيشن وإكس بوكس ضرر عندنا سايلنت جيمير يقول من حقهم بعد شلون بعد بس لما علنت مايكروسوفت استحواذها للستيديو مثل باتزدام ما شفنا فيه هذا ما شفنا شيء هذا دخلنا الجيل جديد يلا وين ياخذ لبعد مشارين وجبة مشارين شركة عندنا معاذ الخطيب يقول السلام عليكم بداية برأيي سياسة استحواذ عبارة عن سيف ذو حدين لأننا سنرى ألعابنا المفضلة بإنتاج أضخم جمالية أكثر والحد الآخر هو أننا لا نستطيع لعب ألعاب المفضلة من خلال جهاز واحد صح وغلب اللعبين يقتنون جهاز واحد مع شراء لعبه كل شهر بسعر ستين أو سبعين دولار ولكن مع سياسة الاستحواذ إذا أراد الشخص لعب جميع الألعاب التي يريد عليه بأخذ جهازين أو ثلاثة مع لعبه كل شهر لكل جهاز أو لعبتين بالإضافة للإشتراك Game Pass نقطة أخرى أنا رأيي بالمستقبل القريب أن لن يكون هناك شركات طرف ثالثة سوى العملاقة الثلاثة Activision EA وعشان مطلق ما يزعل أوبي صوفت انتظار المقابلة التالية وإلى الأمام يا هامور السوك حسنا بس مقابلة أعتقد مايكروسوفت أنت ما رح تحتاج تشتري ألعاب ستين أو سبعين دولار وهو اشتراك Game Pass وسلام عليكم السلام اشتراك Game Pass مايكروسوفت تشتري لك الألعاب رداء رداء حقيقة موياك موياك حقيقة يعني أسبح موياك 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 عندنا علي العون يقول يعطيكم العافية شباب سياسة هذه تخلي الشركات تشتغل أكثر ويبدعون بالحصريات أكثر وإن شاء الله هذا الشي خلينا اقتنع اشتري الجهاز الخايس وتحية سون أنا راح اشتريه إن شاء الله لأسواحي لدينا فيصل رشيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير الجميع بأفريق الهب بالنسبة لي سياسة الاستحواذ سيئة للصناعة بشكل عام وما أشجعها الحقيقة لكن قبل النظر للموضوع أن الاستحواذ لازم تكون واعين فإن هذا بيزنس وهذا الشي طبيعي يصير حتى لو كنت ضد عموما تعليق على سياسة الاستحواذ الآن صار الاستحواذ عبارة عن سباق تأمين مستقبل لبراند كمثال استحواذ مايكرو على بثازدة هي عبارة عن تأمين العراوين وجعلها حصرية لدي وكسب جمهور جديد عن طريق هدمة الجيم باس وتوفير الأكبر عدد ممكن من الأجهزة قد لا تظهر فوائد الاستحواذ خلال سنة أو سنتين إنما هي قطف ثمار المستقبل وتقريبا بعد خمس إلى سبع سنين سوف ينتهي جيل الأجهزة المنزلية ويبدأ أسر الخدمات عدد للعاب ضخمة مقابل اشتراك شهري هو مستقبل مثير الاحتمام ويحمل عوامل جديدة وعوامل سيئة لو أن العوامل جيدة تضغي وهذا هو الأهم أعتقد الاستحواذات سوف تكون حديثة الصناعة خلال الثلاث السنين القادمة لأنها قطاف ثمار الجيل القادم بالنسبة لمايكروسوفت المستقبل مشرق لها مع عناوين باتزدة التي هي أشهر من نار على علم والميزانية الضخمة التي يملكونها في الخزينة والتي تسمح لهم في الاستحواذ أكثر مستقبلا بالنسبة لسوني حاليا هي تعيش لحظاتها الجميلة الأخيرة سياسة سوني وبالرغم من أنها صحيحة كمثال الحصول على عناوين حصرية مؤقتة كما فعلوا مع جيل البلاي ستيشن 5 لكن الآن اللعبة تغيرت مايكروسوفت قبل الطرق صناعة الألعاب كل شيء تغير الآن الحصريات المؤقتة من شركات الطرف الثالث التي تبع بمنصة بلاي ستيشن 5 بسعر 70 دولار مستقبلا سوف تصبح لا تسمن ولا تغني من جوع مع توجه الخدمات سوف يتغير سلوك المستهلك ويصبح فضل انتظار الألعاب تصلح على الخدمة مجانا بدل من أنفاق 70 دولار على كل لعبة من المحرج أن ترى خدمة الجيم باس تضيف 20 لعبة من عناوين باتزدة والقادم أكبر بينما ألعاب كريترنل 70 دولار اعتذر إذا الاسم خطأ صح ريترنل تظهر كمظهر أنها سرقة لا أقصد أنها سيئة لكن المنافس أحرد سوني عموما سوني ليس لديها الخزين التي تملكها مايكرو فهي أمامها حلا واحد استسلام وضع خدمة مشابه للجيم باس اثنين أنها تصبح طرف ثالث هذه الخيارات المتوفرة لدى سوني حاليا في المستقبل إلا إذا سوني لديها شيء تستطيع المنافس به كتبت مقالة بموقع الهب عن هذا الموضوع سابقا أتمنى الاضطراع عليها كورونا هي الدفع التي تحتاجها الصناعة هذا كان عنوان المقالة شكرا لكم على قراءة التعليق وبرك الله فيكم جميعا طبعا فيصر رشيدي وواحد من الأشخاص اللي يكتبون في موقع الهب صديق أنت ما قلت اسمه أنا قاعد أفكر قلت هذا لازم نشوف موضوع تيم تيم يكتب بالهب بس طبعا يكتب مقالة كل شهر بس المقالة تكون اسمه أعطيك العافية أخي أصر المشاركة طيبة بالله نسيت باشوغة تقول على سالفة سالفة 70 دولار هذه علاقاتهم شرارة بلاستيشن خطرة هذه بايد مخيم مخيم شرارة اللي يتشب بالخشب هذه شرارة مو حلوة على العموم يعطيكم العافية ربع ومشكورين على المتابعة وسامحونا على الكسور قلنا لكم أن الحضر شوية خلينا بسرعة بسرعة حتى ما ناخد راعتنا بالكلام بايد إن شاء الله نشوفكم بحلقات ياية ويعطيكم العافية كما هكم الجريد شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم